احصائيات وحقائق في مواجهاته امام الزمالك خاض القطبين 14 مباراة حقق الاهل فيهم 8 انتصارات فاز الزمالك في 3 وحسم التعادل في زيهم بفوزه على الزمالك الاهل بيحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدور هذا الموسم من ارقام القمة وحقائقها بيتسو موسماني حقق فوزه الثاني على التوالك مدرب للاهل قدام الزمالك ضد اتنين مدربين اجانب مختلفين باتشيكو في نهاية افريقيا وكارترون في الدوري موسماني لعب الزمالك 6 مرات مع الاهلي وصاندونز فاز في 5 وخسر مباراة واحدة فقط بقولك موسماني اهلي وموسماني صاندونز باتريس كارترون يتلقى الهزيمة الاولى من الاهلي كمدرب للزمالك في 3 مواجهات حقق فوزين قبل كده محابة شريف بيسجل ثنائية في اول مشاركة له في القمة امام الزمالك بقميص الاهلي ومش بس كده بيمينه وبشماله يعني بيمين بيسجل بشماله بيسجل واول سنائية واول ماتش قمة اول كل حاجة عم محمد سبق لمحمد شريف التسجيل في شباك الزمالك بقميص انبي ليصبح رصيده ثلاث اهداف في مرمى الزمالك لم يسجل اي لعب للاهلي هدفين في مباراة واحدة بالدور المصري منذ ان سجل موامن زكريا في شباك الزمالك خلال لقاء القمة 21 يوليو 2015 في ستاتبورج العرب بالاسكندرية ده او دي ارقام القمة رقمية واحد وعشرين نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام